هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران إنه باب مولد النبي ووفاته صفحة 513 الحديث التاسع والثلاثون بسنده بسند الكليني عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله ونحن نسلم على نبينا في خاتمة كل صلاة من صلواتنا الواجبة اليومية ومن الصلوات المندوبة في كل صلاة واجبة من صلواتنا اليومية نسلم على رسول الله ما معنى هذا السلام هل أننا نصلي ونحن لا نفقه ما نقول فتلك هي صلاة الحمير بحسب القرآن بحسب سورة الجمعة الذي يحمل معلومات ويرددها على لسانه وهو لا يفقه معناها فذلك هو الحمار الذي يحمل أسفار الذين لا يعرفون معنى السلام على رسول الله في صلواتهم فتلك هي صلاة الحمير هنيئا للحمير بصلواتهم ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وابنيه يعني الحسن والحسين وجميع الأئمة من السجاد إلى قائم آل محمد إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته الزهراء وابنيه الحسن والحسين وجميع الأئمة من سجاد العترة إلى قائمها وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ويسلم ما فيها من السلام من الميثاق الذي أخذ على محمد وآل محمد وعلى شيعتهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها ويسلم ما فيها لهم لا شيعة فيها إنها سالمة إنها أرض السلام لا شيعة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة على علي والزهراء وعلى أولادهما من المشتبى إلى القائم فهؤلاء هم جميع الأئمة من بعد رسول الله وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك إذن السلام تجديد ميثاق تجديد ميثاق مع الله ومع رسول الله تجديد ميثاق حول الرجعة الكبرى فهذه العناوين ترمز وتشير إلى الرجعة الكبرى إلى اليوم الثاني من أيام الله وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه وإنما يكون تعجيل الرجعة بتعجيل فرج قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه لأن يوم القائم هو اليوم الأول وهو المقدمة لليوم الثاني وهو اليوم الأعظم من أيام محمد وآل محمد في هذه الدنيا لأن يوم القيامة ما هو من أيام الدنيا يوم القائم من أيام الدنيا ويوم الرجعة الكبرى من أيام الدنيا أما يوم القيامة الكبرى فما هو من أيام الدنيا تكون الدنيا قد انطوت صفحتها اليوم الأعظم من أيام الله في الدنيا هو يوم الرجعة الكبرى يوم القائم يكون مقدمة وفاتحة لذلك اليوم الأعظم وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه لأن السلام يتجلى في آخر عصر الرجعة العظيمة السلام هناك في الدولة المحمدية العظمى التي تستمر خمسين ألف سنة هكذا أخبرونا أحاديث الرجعة هي التي فصلتنا للقول عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الرواية تحتاج إلى شرح تفصيلي لكنني لست بصدد شرحها إنما أردت أن ألتقط منها لقطة خاطفة هذه العناوين التي وردت في الرواية الشريفة الأرض المباركة الحرم الآمن البيت المعمور السقف المرفوع هذه رموز هذه العناوين رموز ثقافة العترة الطاهرة في قرآنها المفسر بتفسيرها وفي أحاديثها وفي أحاديثها المفهمة بتفهيمها تعتمد كثيرا في معارفها العميقة على الرموز والإشارات القرآن القرآن مثل ما هو كتاب عبارة في الوقت نفسه هو كتاب إشارة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول نزل القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء هذا القرآن ما هو بكتاب بشري كتاب أنزل للبشر لكن أسلوبه وصياغته تختلف عن الأساليب العادية عند البشر هذا القرآن له مجاري كمجاري الشمس والقمر مثل ما تبدأ الشمس في طلوعها ضعيفة وشيئا فشيئا حتى تصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إلينا من ضوئها ومن أشعتها وبعد ذلك أيضا باتجاه الغروب فإنها تضعف شيئا فشيئا في كل يوم والقمر في كل شهر له مجاري القرآن هذا له مجاري كمجاري الليل والنهار الظلام كذلك يبدأ ضعيفا ثم يشتد ثم يزول شيئا فشيئا والنهار كذلك القرآن بحسب قاعدة المجاري فإنه يجري مجر الشمس والقمار ويجري مجر الليل والنهار له مطالع وله حدود وله ظواهر وله بواط فللآية ظاهر ولها بطن إلى سبعين بطن هكذا حدثونا عن قرآنهم فهذا القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق والإشارات رموز واللطائف رموز تكون أخفى من رموز الإشارات أما الحقائق فذلك شأن آخر هذه الرموز في الرواية تشير إلى جهات مملكة الرجعة بالإجمال فإن الأرض المباركة ما هي بأرضنا هذه إنما أرضنا جزء منها الأرض المباركة هي المكان الذي ستكون فيه الرجعة في أرضنا هذه وفي سائر الأجرام السماوية وفي كل المجرات التي تكون ضمن مملكة الرجعة الكبرى والأمر هو هو سيكون باتجاه الملأ الأعلى فإن البيت المعمور في السماء الرابعة الرواية تقول وأن ينزل لهم البيت المعمور هو لا يتحرك من مكانه وإنما سيكون ضمن سلطة هذه المملكة وأما السقف المرفوع فهو أعلى حد تصل إليه مملكة الرجعة الكبرى هذه العناوين رموز نحن بايعنا في بيعة الغدير على أن نتعامل مع القرآن وفقا للمنطق العلوي لأن النبي صلى الله عليه وآله هكذا أخذ علينا ميثاقا من أن القرآن لا يفسره إلا علي إلا علي ومن أن الفهم لا نأخذه إلا من علي إلا من علي ومن أن عواطفنا لا تنضبط إلا ضمن موازين علي اللهم والي من والا وعادي من عادا عواطفنا عواطفنا ووجداننا وضمائرنا وأرواحنا وقلوبنا ميلها وانقباضها وفقا لعلي لموازين علي اللهم والي من والاه وعادي من عادا وأما أعمالنا وحركاتنا فلا بد أن تنضبط وفقا لعلي وانصر من النصر واخذ المن خذله هذه كلمات رسول الله في بيعة الغدير فبيعة الغدير تملي علينا أن نلتزم بالمنطق العلوي لا أن نخن البيعة مثل ما فعل اللعناء في سقيفة بني ساعد ومثل ما فعل اللعناء في سقيفة بني طوس يعلنون إيمانهم ببيعة الغدير في سقيفة بني طوس لكنهم عمليا يخونون البيعة مثل ما قال لهم إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية أو عشر للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة الخطاب لمراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد هذا هو عهد الغدير ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فأسس الطوسي اللعين لهم مذهبه اللعين وأسس الحوزة اللعينة في النجف وأنتجت ما أنتجت لنا عبر القرون الماضية من الضلال والجهالة والتفاهة والسفاهة وإلى هذه اللحظة كتاب الاحتجاج للطبرس هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يجتمل على الجزئين في صفحة الثانية والخمسين بعد المائتين من حديث طويل يبدأ في صفحة الأربعين بعد المائتين حوار فيما بين أمير المؤمنين وبعض الزنادق في شبهات تثار على القرآن موطن الحاجة هنا سيد الأوصياء يقول وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز هناك رموز في هذا الكتاب مثل ما قال الصادق صلوات الله عليه إنما نزل القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق الإشارات واللطائف والحقائق كلها رموز ولكنها على مراتب مختلفة وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه القاعدة القرآنية الواضحة في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وما يعلم تأويله التأويل هو المعنى الحقيقي لكما يضحكون عليكم يقولون لكم بأن التأويل يكون معنى ثانويا وإنما التفسير هو الذي يمثل المعنى الحقيقي التفسير والتأويل بمعنى واحد التأويل يمكن أن يكون أكثر حقيقة من التفسير إذا أردنا أن نفرق بين معنى التفسير والتأويل التأويل هو العودة بالشيء إلى أوله تأويل إرجاع الشيء إلى أوله إرجاع الشيء إلى أوله إرجاع الشيء إلى أصله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كلامهم هو هو في كل الأزمنة في كل الأمكنة في كل المقامات وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموزة التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه إلى آخر ما قاله سيد الأوصياء خلاصة الكلام أمير المؤمنين هنا يثبت لنا حقيقة من أن الكتاب الكريم جعل حقائقه في رموز وليس في عبارات وهذه العناوين التي وردت في الرواية التي تتحدث عن معنى السلام على رسول الله هذه رموز هذه رموز الأرض المباركة الحرم الآمن البيت المعمور السقف المرفوع في كتاب التوحيد للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثامنة والأربعين بعد المائتين إنه الحديث الخامس عن أمير المؤمنين هذا هو المنطق العلوي حديث طويل حديث طويل في بيان يبينه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لرجل قال له من أنه في حالة شك في كتاب الله يا أمير المؤمنين إني قد شككت في كتاب الله المنزل قال له ثكلتك أمك وكيف شككت في كتاب الله المنزل قال لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا فكيف لا أشك فيه حديث طويل في صفحة الثامنة والخمسين بعد المئتين مما قاله أمير المؤمنين لذلك الرجل فإياك فإياك أن تفسر القرآن برأيك فإياك أن تفسر القرآن برأيك مثل ما يفعل مفسر سقيفة بني سعد ومفسر سقيفة بني طوس فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء العلماء ما هم هؤلاء الثلان في النجف وكربلاء العلماء محمد وآهل محمد بصريح القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء هم الذين يعلمون حقائق القرآن هؤلاء هم العلماء وهذا واضح في أحاديثهم أئمتنا يقولون نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون شيعتنا المتعلمون إنهم يتحدثون عن أمثال سلمان المحمدي عن أمثال جابر الجعفي عن أمثال المفضل ابن عمر يتحدثون عن أمثال هؤلاء نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء القرآن لا يؤخذ إلا عن محمد وأهل محمد هكذا بايعنا في الغدير فإنه رب تنزيل رب تنزيل التنزيل عنوان للقرآن فإنه رب قرآن رب كلام في القرآن فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشر ولذا فلابد أن نعود إلى الذين يعلمون تأويله فقط من هنا أسر دائما حينما أقول لا يؤخذ القرآن إلا من العترة الطاهرة فقط وفقط وفقط هذا هو منطق العترة هذا ما هو منطقي ولا كلامي فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله والقرآن هكذا وتأويله لا يشبه كلام البشر كما ليس شيء من خلقه يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعاله فارق كبير في المعنى نحن نأخذ ديننا من هؤلاء من هذه الدقة ومن هذه البلاغة من هنا فأقول للذين يأخذون دينهم من هؤلاء أرفعوا رؤوسكم عالياً ولا تعبأوا بهذه الحثالات من أصحاب العمائم الإبليسية العباسية القذرة أرفعوا رؤوسكم عالياً إذا كنتم تأخذون دينكم من هؤلاء هؤلاء هم الدين وهم أهل الدين وهم أصل الدين وهم حقيقة الدين إنني أتحدث عن علي عن علي عن علي عن علي وآل علي فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتحلك وتضل هذه هي القواعد الأنيقة هذه هي القواعد الرشيقة هذه هي القواعد الحقيقة قواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في الغدير ألا لعنة على المذهب الطوسي ألا لعنة على هذا المذهب البتري القذر ماذا فعل بنا وماذا فعل بأسلافنا وأجدادنا وآبائنا أبعدونا هؤلاء الطوسيون عن حقائق دين العترة الطاهرة ألا لعنة الله على دينهم هذه قواعد المنطق العلوي نحن على هذا بايعنا في بيعة الغدير وماذا نقرأ أيضاً أني أقرأ عليكم من الجزء الأول من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السادسة بعد العاشرة إنه الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن القرآن بحسب دين العترة الطاهرة يدور مدار ولاية علي وآل علي إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن هذه الرواية توثق لنا الأحاديث التفسيرية التي ينكرها السفلة من آيات الشيطان العظمى بحجة ضحف الأسانيت هذه الرواية تحدثنا عن صحة تلك الروايات لأن الأحاديث التفسيرية جعلت ولاية علي وآل علي قطبا في بيان معاني القرآن وكل الحقائق التي بينت في تفسيرهم تدور حول علي لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي قال لنا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يوجد فكاك بين هاتين الحقيقتين أنني لا أتحدث عن المصحف المصحف كتاب صامت الكتاب الصامت لا يمكن أن نقايسه بعلي وآل علي الحديث عن القرآن الذي مع علي وأن علي مع القرآن الكلام عن حقيقة القرآن وليس عن مصحف المصحف هذا شعن من شؤون الإمام المحصوم لا لأجله وإنما لأجل الناس الناس يحتاجونه الناس يحتاجون إلى كتاب قد كتب بالأقلام كتب بالحبر على الورق أنا أحتاجه أنتم تحتاجونه هذا المصحف من الشؤون التي نحن نحتاجها المعصوم لا يحتاجه حينما نقول من أن علي مع القرآن ومن أن القرآن مع علي نحن نتحدث عن حقيقة كونية للقرآن تمتزج بحقيقة كونية يقال لها علي هذا هو الذي يتحدث عنه رسول الله لا يتحدث عن مصحف فهل أن أمير المؤمنين كان يحمل المصحف في جيبه حتى ينطبق عليه هذا الحديث إذن يمكنني أن أحمل المصحف في جيبي وينطبق الحديث علي أيضا ماذا الهراء علي مع القرآن والقرآن مع علي الكلام هنا عن حقيقة كونية نورية للقرآن تمتزج امتزاجا كاملا مع حقيقة كونية يقال لها علي وفي الحقيقة لا يوجد قرآن القرآن هو علي هذه التعابير تعابير كنائية تقريبية لأجل أن يوضح النبي الأعظم لنا هذا المقام من مقامات علي فكل الأحاديث التفسيرية عندنا والتي تعرضت للتحريف وللتصحيف وللتشكيك وللإنكار من قبل تلك النكرات في النجف وكربلاء من قبل أولئك الطوسيين اللعناء كل الأحاديث مدارها ولاية عليا وهذا هو منطق عليا وآل عليا إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن والأمر ليس خاصا بالقرآن وقطب جميع الكتب لأن جميع الكتب تنطوي بكاملها تحت هيمنة القرآن القرآن هو الكتاب المهيمن على كل الكتب إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها عليها يستدير محكم القرآن وبها نوهت الكتب ويستبين الإيمان يا علي هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان الرواية في بصائر الدرجات الكبرى لشيخنا صفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان عليها على ولاية علي يستدير يستدير محكم القرآن وبها نوهت الكتب ويستبين الإيمان هذا هو الأمر الذي فر منه مفسر الشيعة فإنهم فإنهم ينكرون الأحاديث التفسيرية التي فسرت القرآن من أوله إلى آخره في ولاية علي وآل علي ماذا فعل مفسر الشيعة مراجع الشيعة الطوسيون اللعناء في حوزة النجف وكربلاء حاولوا الفرار بقدر ما يستطيعون كي يتجنبوا الأحاديث التفسيرية التي منطقها مبني على هذه القواعد التي قرأتها عليكم إلا آيات لا يستطيعون أن لا يفسرها في العترة الطاهرة وإلا فإن أمرهم سيفضح آية التطهير مثلا لا يستطيعون أن يفسرها إلا في العترة الطاهرة وإن كانت هناك أصوات شيعية تدخل نساء النبي في هذه الآية الكلام طويل في هراء مفسري الشيعة وخراء مراجعهم أضرب لكم مثالا إنني تحدثت كثيرا عن مفسري الشيعة وعن تفاسيرهم في برامجي فلا أريد أن أتناول الموضوع بكل تفاصيله بإمكانكم أن تعود إلى الحلقات والبرامج المختصة بهذا الموضوع وهي كثيرة منها ما يبث على هذه الشاشة ومنها ما يعرض على الشبكة العنكبوتية هذا هو الميزان إنما جئت بالميزان لأنه التفسير الأكثر تداولا في أيامنا الميزان للطباطبائي لمحمد حسين الطباطبائي وهذه طبعة دار الكتب الإسلامية في الجزء الأول في صفحة الأربعين ماذا يقول الطباطبائي في تفسيره والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم لأن الأحاديث التفسيرية هذا هو شأنها وهذا هو مضمونها فإنه يحاول الفرار منها بقدر ما يستطيع والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم أعني روايات الجري هذا المصطلح هو أنشأه اشتقه من قواعد التفسير العلوي من أن القرآن يجري مجرى الليل والنهار من أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر إنها قاعدة المجاري أما هذا المصطلح وما وضع له من دلالة ومعنى لا علاقة له بمضمون بيعة الغدير هذا هراء وخراء في الوقت نفسه والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم أو على أعدائهم أعني روايات الجري وفي كثير منها الأئمة يقسمون بالله أن معنى الآية هو هذا أن تفسيرها هو هذا وهذا يحدثنا بهذا السخف وهذه التفاهة والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم أعني روايات الجري كثيرة في الأبواب المختلفة وربما تبلغ المئين المئات بل تتجاوز ذلك إذا أردنا أن نجمع كل المضامين التفسيرية في رواياتهم في خطبهم في أدعيتهم وفي زياراتهم لأن الأدعية والزيارات تشتمل على الكثير من المضامين التفسيرية ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية في بحث الروائي وهو لا يرد الروايات وهو بحث الروائي مع أنه مع أن طباطباء يجعل البحث الروائي على الحاشية إنه يفسر القرآن وفقا للمضامين التي جاءت في تفسير الرازي الفخر الرازي وفي تفسير الآلوسي وفي تفسير رشيد رضا وفي تفسير سيد قطب هو لا يقول الأسماء لكنني أعرفها والمختصون يعرفون ذلك وبإمكان المحققين أن يعود إلى تلك الكتب كي يجدوا أن طباطبائية قد نقل النصوص بكاملها من تلك الكتب ما ينقله من هذه الكتب وأمثالها يعده تفسيراً أحاديث أهل البيت يوردها في بحث روائي في حاشية الموضوع ويجمع معها أحاديث النواصب يشكل على أحاديث أهل البيت ولا يشكل على أحاديث النواصب هذا الأمر موجود من أول التفسير إلى آخره أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة وأنا أعلم أن الرؤوس الكبيرة تتابع برامجي فبإمكاني أي أحد أن يعود إلى هذا التفسير كي يجد هذه الحقيقة واضحة ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب الكتاب للتفسير وأحاديث أهل البيت التي هي للتفسير يعدها خارجة عن غرض التفسير هذا هو نقض بيعة الغدير الذي أتحدث عن النبي الأعظم يقول لنا لا تأخذ التفسير إلا عن علي السؤال هنا حينما بايعنا على هذا لا بد أن يكون لعلي من تفسير أين هو تفسير علي لا يوجد عندنا إلا الأحاديث التفسيرية هذا العهد المأخوذ علينا يشير إلى أن الأحاديث التفسيرية صحيحة لا مجال للتشكيك فيها وإلا على أي شيء بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ بيعة هي بيعة مع الله وبيعة مع رسول الله وبيعة مع علي من أهم مواثيقها أن نأخذ التفسير من علي فقط إذن أين هو تفسير عليه الذي بايعنا عليه لا يوجد عندنا إلا الأحاديث التفسيرية يجب علينا أن نلتزم بها المراجع الطوسيون اللعنى ينكرونها يشككون فيها يرفضونها يحكمون عليها بالإعدام مثل ما فعل الخوئي وتلامذة الخوئي أن حكموا بالإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري أن كره الخوئي من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه والحكاية طويلة الحكاية طويلة منذ أيام الطوسي منذ تفسير التبيان هذا موضوع واسع لا أستطيع أن أغطيه في هذه العجالة ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب إلا ما تعلق بها غرض في البحث فليتذكر على الذي يطالع هذا الكتاب ليتذكر من أن تفسير الميزان هذا هو منهجه أضرب لكم مثالا هذا هو الجزء العشرون من الطبعة نفسها في صفحة الثامنة والخمسين بعد الأربعمائة في معنى التين والزيتون في البحث الروائي الذي جعله على الحاشية أورد بعض الأحاديث عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أن التين والزيتون الحسن والحسين إلى آخر الرواية سنقرأ هذه الروايات فماذا علق على ذلك وليس من التفسير في شيء من أنت يا أيها الطبع طبائي حتى تقول هذا القول محمد وآل محمد يفسرون قرآنهم ويقولون من أن التين والزيتون عنوان للحسن والحسين فتأتي أنت وتنكر هذا وتقول وليس من التفسير في شيء ويورد رواية عن الدر المنثور من أن البلد الأمين مكة ولم يعلق شيئا بينما حين أورد ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة من أن من أن التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سينين الكوف وهذا البلد الأمين مكة هكذا يعلق أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي ولا يخلو من شيء يعني هذا الكلام ليس متينا لكنه حين أورد الكلام عن الدر المنثور لجلال الدين السيوطي من أئمة الشوافع لم يعلق على حديثهم نقل رواية من الدر المنثور من أن البلد الأمين مكة الرواية أيضا قالت من أن البلد الأمين مكة لكن الدودة أين تشتغل الدودة تشتغل حينما قالت الرواية من أن طور سينين الكوفة هنا تشتغل الدودة الدودة المرجعية وإلا ليس مشكلة أن نقول من أن التين المدينة ومن أن الزيتون بيت المقدس المشكلة هنا ولذلك يقول ولا يخلو من شيء لكن حديث النواص حين نقله من أن البلد الأمين مكة لم يعلق على حديث هذا هو الذي أتحدث عنه وهذا أمر منتشر في هذا التفسير وفي سائر التفاسير الشيعية وهذا هو الذي أقصده من أن الطوسيين نقضوا بيعة الغدير نذهب إلى فاصل شكرا شكرا